قرار اتاخر كتير جدا جدا من الكابتن محمود الخطيب ولكن تم اتخاذه اليوم وهو شكوى رسمية من النادي الاهلي للمجلس الاعلى للإعلام في قناة الزمالك وفي ايضا رئيس نادي الزمالك بسبب التحريد على النادي الاهلي المستمر واخيرا التحريد ضده في السودان وشحن الجماهير السودانية جماهير الهلال السوداني ضد النادي الاهلي بشكل كبير وواضح جدا جدا النادي الاهلي النهاردة او منذ قليل اصدر بيان رسمي وشكوى رسمية منه للمجلس الاعلى للإعلام بتنص على ثلاث محاور هذه الشكوى المحور الاول تحريدات علنية ضد فريق الاهلي اثناء تواجده بالسودان المحور التاني اثارة الاجواء بين جماهير الهلال والتي قامت بالاعتداء على لعبة النادي الاهلي وجهازهم الفني قبل وبعد المباراة وايضا اثناء المباراة المحور التالت هي بث قناة الزمالك الاتهامات والدعاءات لبعض الوسائل الاعلامية والصحف في السودان التي تقلل من شأن وتاريخ النادي الاهلي وده طبعا مش مفهوم دي كلها حاجات مش مفهومة ليه حضرتك بتعمل كده ليه وفين بقى هنا دور المجلس الاعلى للإعلام يعني مش لازم النادي الاهلي يطلب او نادي الاهلي يوجه بيان او نادي الاهلي يقدم شكوى حضرتكم فين حضرتكم طلعتهم من فترة وقلتوا ان فيه لجنة رصد لجنة هتشوف كل وسائل الاعلام وهتبدأ تضبطها واللي عنده اي مخالفات هيبدأ يتحاسب فين حضرتك فين لازم من حد يطلع يقولك ولا اللجنة بتقومش دورها ولا ده كله كان كلام تهديئة بس مش اكتر لكن من الواضح فعلا ان هو كان تهديئة لان اللي عملته قناة الزمالك والناس المسؤولة في قناة الزمالك ده كتير جدا وبسببه تم الاعتداء على النادي الاهلي اثناء التدريب العاب نارية من بعض جمهور نادي الهلال وده طبعا مرائب المباراة او المشرف من الاتحاد الافريكي تم تسجيل كل ما حصل وبرضه من الحاجات اللي شفناها هي الاعتداء على اللعيبة اثناء المباراة وشفنا اللي حصل من طبيب الفريق وبرضه بعد المباراة وشفنا اللي حصل من الجهاز الفني الهلال بالدعالي لطفي ده خلاف الباقي خلاف اللي احنا ما شفناهوش واللي الكاميرا ما جابتهوش طبعا هذا كله مرسود والنادي الأهلي طبعا قدم به شكوى للكاف ومنتظر عقوبات الكاف ضد الهلالة السوداني الذي بصراحة ذودوها جدا 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 لكن بقى نيجي القناة الزكال والذى عملته قانون الزكال والذى بسبب ونادي الأهلي تقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام وهو التحريض علي النادي الأهلي بشكل واضح وصريح من الأكثر يأتي كلام وسائل الإعلام في السودان والنادي الأهلي مدلل والنادي الأهلي للأتحاد الافريكي بيجمله بقامرة ايه؟ ايه اللي حصل وقابله لما الاهلي كان في كثر عالم وكان موجود لعبته كل لها بلعبه مع منتخب مصر في كثر الامم وبرضه مفيش اي حاجة حصلت ففين المجاملة من الاتحاد انا مش فاهم مع انه هم هم نفس الاشخاص على قرارات الزمالك تلعوا اتهم وحاكم مباراة الزمالك مع المريخ بالرشوة وقال لك انه قبل ما يروح ليبيا حود على السودان ترنزيت فيها ايحاء واضح وصريح ان الحاكم مرتاشي او الجنب السوداني رشاة هم هم يقولون الهلال ده مظلوم الهلال بيلعب بدون جمهور الاهل مدلل الاهل مش عارف ايه كل غرضهم هو التحريد والتقليل من شاء الاهل باي طريق ما تفهمش ليه فكل الحقد والغل ده والقراهية ليه ما تفهمش فبسبب النادي الاهل النهاردة تقدم بشكوى رسمية للمجلس اهل الاعلام وعلى المجلس اهل الاعلام انه هو ياخد قرار وياخد خطوة تجاه الامور دي لان اللي بيحصل كتير وذلك عن الحد لدرجة نحن لوصلنا ان بنهاية الجمهور فريق منافس في دولة تانية عنادي الاهل برضو طب ليه اي السبب عدرقكم هستفدوا ايه لما يحصل لقبر لا مصيبة او يحصل اي اصابة لأي لاعب او يحصل اي ضرر لأي واحد واو عدو فني او ايا كان في البعثة بتاعتنادي الاهل انت هستفد ايه فنتمنى نتمنى نتمنى كل واحد يعرف مسئوليته وان شاء الله باذن الله الخير والدوام لهذه البلد دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته